لكن فريق الأهل النهاردة دخل المعسكر السعدادة لمباراة الغد في استئناف الدوري من الأسبوع الثالث المباراة حتكون مع الاتحاد السكنداري إن شاء الله يا بشمهندس الأهل يمكن مستر مارسل كولر بعد التمرين اختار القيمة اللي ضمت محمد الشناوي ومصطفى شبير وحمزة علاء وفي الدفاع خادد عفتاح ورامي ربيع وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ويحي عطية الله وكريم الدبيس وفي نص الملعب مستر كولر واخد مروان عطية وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وردى سليم وبرس التاءو وحسين الشحات وعمر السلية ومحمد مجد أفشا وإمام عشور وفي الهجوم محمود عبد المنعم كهرباء وسامير محمد المهاجم السعد ده القيمة اللي دخل بيها مرسل كولر المعسكر بعد التمرين بكرة تلت مطشاط فرقوا قيم بالساعة خمسة برمجوا البنك الأهلي الساعة خمسة برضو والساعة تمانية الأهلي والاتحاد السكندري في استاد السلام كان المفروض يتلعب في استاد القاهرة لسه الاستاد مجهدش لكن يوم السبت حيكمل تتواصل مباراة الأسبوع طلاع الجيش مع اسموحة والجونة مع غزل المحلة الساعة خمسة وازمالك مع المصر ساعة تمانية يوم السبت يوم الحد في ثلاث مطشاط في ختام الأسبوع الثالث الإسماعيل وبتروجيت ساعة خمسة والساعة تمانية هيلعب حرص الحدود وسيراميكا ومودرن سبورت مع زد الدوري لما وقف باشموندس كان الأهلي بيتصدر هو والزمالك وكلهما بست نقاط الاتحاد السكندري اللي هينافس الأهلي عنده برضو ست نقاط المصر اللي هيواجه الزمالك جاي بعديهم برصيد أربع نقاط يعني الأهل والزمالك بينفسوا الاتنين اللي بعدين المربع يعني بس ده ماتشين في أول الدوري يعني يعني أنا منها لفت نظرة في القايمة النهاردة مؤكد أن جميل الأهلي عنده شغف أمام اسمين لو أتيح لهم الفرصة المشاركة عندهم فضول يعني اللي هم عمر الساعي وسامير محمد الفرود الناشئ يعني يا رب يوفق الجميع ونشوف مباراة طيبة الماتش الاتحاد السكندري مباراة قوية منافس طول عمره محترم منافس بنحبه لأنه شعبيته تزامنت مع شعبيته الأهلي كنا بنبتدي أستاذ إبراهيم الموسم لازم بمبراه الأهل والاتحاد مبراه ودي بعين الأهل والاتحاد لازم يعني دي كان من تقاليد انطلاق الدوري يعني نجوم كبار تاريخ عريق نتمنى أن نرى مباراة طيبة من الفرقين عشان كده الاتحاد يمكن فاس في أول مباراتين فأصبح زيه زي الأهل والزمالك في الصدارة وده يمكن اللي بيخلي مباراة الغد مباراة كبيرة الأهل والاتحاد مباراة صدارة الاتحاد مش كويس كسب المطشين ده جدوى للترتيب الأهل ست نقاط والزمالك ست نقاط والاتحاد ست نقاط والمصر أربعة إذن ده صراع المربع الأمامي أيها وهو بيراميد ما هو أربعة أو ثلاثة هتلاقي الدوري يعني أسبوع جاي ده ممكن يحصل فيه شألة بها أو غالبا لأنه هو الدوري لحد الأسبوع الخامس أو السادس كمان تبتدي ملام حتبان بعد كده الدوري عنده فرصة للاستمرار يمكن لمدة أربع شهور ما عندناش أي أجندة دولية ولا أي توقف فتلعب بها